واتمنى السلامة من كل قلبي لسودان شعباً وحكومة وبقول للناس فيه ناس كثير مش شئريين الخريطة طيب تخيل معي لا قدر الله انه السودان وقعت انت يا مصري اللي قعت في مصر هتقدر تتحمل ان فيه في الغرب جار منهار لا دولة في ليبيا ويبقى لا دولة في السودان مين يتحمل وخاصة كمان عندي فيما يجري فيه الجنوب وما يجري فيه الشرق الان تخيل نفسك وانت محاط بلا دولة في الغرب ولا قدر الله لا دولة في الجنوب عشان بس الناس اللي قاعدين على الفيسبوك وقاعدين على وسائل التواصل الاجتماعي وبينظرهم قاعدين دول اعتقد انه قمة التناقض التاريخي اللي موجود عند الاخوان فيما يخص السودان كان ما يجري في السودان فاضحاً لتوجهات هؤلاء الاخوان كانوا بالامس يتحدثون عن الرئيس البشير على انه ايقونة الرؤساء العرب ثم بعد فترة اخذوا يتحدثوا عن الرئيس البشير على انه يجب ان يرحل وكانت قنواتهم تقف منتظر التعليمات مع ما يجري في السودان مع الحكومة السودانية هذا هو حلهم لا يبحثون عن حق او حقيقة ولا يبحثون عن عدل او عدالة وانما مصلحة المصلحة هي الشيء الوحيد الذي يحكم توجهات كل هؤلاء نسأل الله ان يسلم ما يجري في السودان وفي كل الاحوال نتمنى السلامة للدولة السودانية والشعب السوداني وبقول تاني اللي عايز يغير وعايز يشتغل اعتقد فيه مصرات كتير واللي بيقولك انا لست غبياً حتى اتعلم من اخطائي علي ان اتعلم من اخطاء غيري شايفين الصورة قدامنا عاملة ازاي والراجل نفسه الرئيس البشير قال كلام خطير جداً بس نركز فيه هناك محاولة لاستنساخ الربيع العربي في السودان عايزين يستنسخوه في السودان